حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا عليها شطرة وان مالها كويسة لو سألت حبيبي الحلوين هو انا بعمليه دلوقتي هيردوا علي بكل ثقة بتغني طبعا هتلاقوني ردت عليكو اسرع وبقول لكو لا طبعا مش بغني انا بتكلمه دلوقتي هتقولولي ازاي ما انت كنت بتغني من شوية واحنا كنا سدين ودنة ومش عايزين نسمع هرد عليكو واقول لكو ايو انا كنت بغني لكن دلوقتي بتكلم وليس بتكلم كلكو سامعيني مش كده في حد مش سامعني كلكو سامعين طب الحمد لله طيب تعالوا بقى نقولها انا بتكلم دلوقتي هيرد علي واحد فيكو يقولك هي حسب الدرمة يعني انا اتحدث الان انا كمان برضه هرد عليه واقوله مكانك مش هنا اشتغل شغلنتك واحنا نمولك انا اتحدث الان دي بحصة العرب هناك انا عايزها بالانجلس هيرد علي ويقول لي بسيطة اي ام توكين ناو اي ام توكين ناو اتقف له سقفة كبيرة واقول له اجرابه عليك اي ام توكين ناو انا اتحدث الان هيطلع واحد من وصديكو ويسأل لي هو ده زمن اي يا مستر هرد عليه طبعا اقول له ده زمن المضارع المستمر لكن في واحد اصلا في وصديكو قاعد ومستملي لغلطة وهيقول لي مكانك مش هنا اشتغل شغلنتك واحنا نمولك لو عايز تشتغل مدرس عربي روح المدرسة اللي جنبين بصراحة عنده حق طب تعالوا نعدي المواقف بسرعة بسرعة واقول له اسمه present continuous tense present continuous tense زمن المضارع المستمر يبقى خلاص عارفنا طبعما حاجة لسه بتحصل وما خلصتش لسه هنستخدم زمن المضارع المستمر present continuous tense واستعالوا نشوف الجملة اللي احنا قلناها اي ام توكين ناو اي ام بيرب تو بي توكين الفعل مضاف لي اي ام جي نقول كمان مرة جملة قابلناها هاتي بيرب تو بي زي الفعل مضاف لي اي ام جي اسمه زمن مضارع مستمر طيب وبالنسبة الاي هنرميه يعني لا مش هنرميه اكيد ده اسمه الفعل او subject نقدر نستبدله باي ضمير هي او شي او ات يو او دي او وي بس نخلي بالنا بيرب تو بي اللي هو الفعل يكون بيتغير على حسب الضمير اللي بيجي معاه واحنا عارفين ان ات او شي او هي بيجي معهم اي از يو او دي او وي بيجي معهم ار طب والاي بيجي معاها دايما ام الجملة بتاعتنا كانت بتقول ايه كانت بتقول اي ام توكين ناو انت بقى جيت وحطوط الايبك في وسطك وقلت لي انا مش عباني اي دي عايز اغيرها هقولك انت حر غيرها براحتك عايز تتكلم عن مين هتقولي عنك انت يو هقولك زي الفل اتفضل يا سيدي سمعني هتقولي يو ام توكين ناو هقولك انت بتهزر ان ليه بقى لان يو مش بيجي معها ام احنا اللي اتسائلين اهو اني بيجي معها ار يو ار مش ام يبقى هنقولي الجملة يو ار توكين ناو الموضوع كبر في دماغك وقلت لي لا انا مش عاجلني يو دي وعايز اغيرها هقولك اتفضل هتقولي عايز اخليها شي هقولك وماله يا سيدي هلا سمعني هتقولي شي ار توكين ناو هقولك برضو اكيد بتهزر طب ليه لان شي بتيجي معها از مش ار طيب بعد كده خلاص براحتنا بقى هنقدر نقول اي اين توكين ناو في ار توكين ناو هي اس توكين ناو هلاقيك بتنفخ وتقول يعني ايه الملل بقى هو احنا مش هنغير غير في الضمير يعني هقولك لا ازاي بقى نقدر نقول احمد اس توكين ناو يا عيني هسمع صوت بحكتك الشريرة ما شاء الله بتزلزل المكان وهتقول جبت التايها يعني انا عايز اغير في الفعل نفسه هو محدش هيعمل حاجة في الكون غير انه يتكلم بس ماينفعش ياكل ماينفعش يشرب ماينفعش يلعب كورة مثلا هقولك ينفع طبعا يا كابتن ابوتريكا you are play football هتضحك بحكتك الشريرة وهتقول لي مالفين ال-ing اللي بعد الفعل لا برافو عليك ماوقعتش في الفعل لازم فعلا بنحط ing بعد الفعل واسمها you are playing football طيب انا بقى مثقف ومش بحب الكورة بحب القراية ما مش بالعافية العب كورة يعني هقول ايه i am reading a book بعد كده براحتنا خالص نقدر نقول he is eating she is dancing we are jumping they are singing نقدر نغير في الضمير براحتنا بس ناخد بالنا من verb to be ونقدر نغير في الفعل لكن مضاف لي ing حلوة الاغنية دي نقدر نغير في الضمير بس ناخد بالنا من verb to be ونقدر نغير في الفعل لكن مضاف لي ing نقدر نغير في الضمير بس ناخد بالنا من verb to be ونقدر نغير في الفعل لكن مضاف لي ing حلوة الاغنية دي وطبعا كلنا عارفين انهي اس ممكن تختصر لهيز ويو ار نقدر نختصرها برضو ليور وبقية الضماير نفس الحكاية لها اختصارات فاكرين درس فير بي ارجعوله عشان تفتكروا بقية الاختصارات ايام يعني نقدر نقولها بالشكل ده ايام ريدينج ابوك انت كمان الغير هتكلك واتقول لي مش انت المثقف الوحيد اللي في البلد انا كمان بكتب قصة ايام رايتينج استوري ايام رايتينج استوري هقولك طيب استنى 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 انا مش عايزك تكتب قصة كاملة انا عايزك تكتب الجملة اللي انت قلتها دلوقتي جملة ايه بحكتك الشبيرة اللي مرة السلسل معهودة مكسرة الدنيا وهتقول لي اول حاجة بنكتب الفاعل الضمير مظبوط ماشي صحي كده مظبوط وبعدين هتقول لي هنكتب وعشان دي اي بتاخد ان مظبوط تمام وبعد كده بنكتب الفعل مظبوط كده مظبوط وبعد كده بنضيف ليه ing تبقى writing مظبوط لا مش مظبوط طب ليه طيب هقول لك قطيع محدش بياكلها بالساهل مش كل الافعال بترضى نضيف لها ing كده وخلاص دي اسمها الافعال الشازة لازم يكون لها التطشفتاها وبصمتها الخاصة مش بترضى نضيف لها ing بدون اي تغيير كده وخلاص وقاعدة سكتة وده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مش بقول لكم قطيع محدش بياكلها بالساهل اشتركوا في القناة